العالمي الامريكي جلين بيك يهزع من الرئيس باراك وباما وحكومته التي تدعم اكل لحوم البشر في سوريا ويوجه رسالة للشعب الامريكي للتنبه من السياسات الطائشة لادارتهم والتي تزج بهم شيئا فشيئا بحرب جديدة في الشرق الاوسط يبدو ان وسائل الاعلام الغربية وخاصة الامريكية منها بدأت تستيقظ من سباتها او بالاحرى لم تعد تحتمل سياسات حكومتها التي تدعم الارهاب والارهابيين اكلة لحوم البشر في سوريا الاعلامي الامريكي جلين بيك توجه برسالة صريحة للرأي العام الامريكي قبل اي احد اخر مفادها التنبه من السياسات الطائشة لرئيس بلادهم باراك اوباما والتي تجرهم الى حرب جديدة في الشرق الاوسط رسالة جلين هذا لم تأتي من فراغ فمقطع الفيديو التالي الذي سيعرضه لجمهور الامريكي اصابه بالذهول والهلع لهول وفضاعة ما رآه من قاتل ارهابي يأكل لحم البشر وتمد ادارة اوباما امثاله بالعتاد والسلاح بعدها ساق جلين تصريحات الرئيس بوتين عن هذا الموضوع كتصريح عقلاني يحتذى به للرأي العام الامريكي الولايات المتحدة على لسان رئيسها تدعم هؤلاء القتل سوريا الذين لا يمتون للانسانية بصلة اما سوريا فتخد جولة فصلا لا يبت فيها سوى الشعب السوري وجيشه المغوار المستمر في معركته ضد الارهاب وداعمه